أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تسكرون إن الذين يغبؤون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر حظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تسقهوا قوما بجهالة فتسبقوا على ما فعلتم لا دين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عهدتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الغاشدون فولا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصقوا إن الله يحب المقصقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يفخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم ولا تنمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئسر اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الوالمون يا أيها الذين آمنوا اجتربوا كثيرا من الضوان إن إن بعضا ون إثموا ولا تجسسوا ولا يرتبعكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفسى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أبقاكم إن الله عليهم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم لا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم من إيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم